على حدودها مع سربيا المجر تقيم في بلدة كريبيا سياجا يمتد على طول 175 كم لمنع تسبب الهجرة غير القانونية عبر حدودها بعد أن أصبح يعبرها يوميا أكثر من ألفي شخص يبحثون عن الأمن والاستقرار والعيش الكريم الذي فقدوه في بلدانهم وهي بلدان تعاني عادة من اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية اجتماعية كبلدان إفريقيا جنوب الصحراء والعراق وسوريا وأفغانستان وباكستان سيكة الحديد تقود خطوات المفتحلين شمالا للاقترب من بلدان شمال غرب أوروبا التي تكون وجهتهم النهائية وجنتهم الموعودة قتل والدي هناك بوحشية لأن في أفغانستان لا يهتمون بك ولا يحترمون إنسانية الإنسان ويقتلون بعضهم بعضا لأتفهي الأسباب إذا كنت غنيا إلى حد ما سيقتلونك طمعا في مالك سيتحولون إلى أعدائك دون سبب إنهم لا يولون قيمة لروح البشرية المرشحون للهجرة غير القانونية يتوجهون مهتدين بخط سكة الحديد نحو محطة القطار تحت حماية ومراقبة قوات الأمن المحلية متزايدة الأعداد هنا يسجلون ويأخذون قصة من راحة ويتلقون بعض الوجبات الغدائية والخدمات الصحية بمساعدة متطوعين ريثما يواصلون المرحلة التالية من بحلة مجهولة الأفاق مارتا باردافي المديرة الثانية للجنة هيلسينكي المجرية تشرح الموقف لو لم يوجد متطوعون يساعدون هؤلاء الناس بحد أدنى من الطعام والشراب والتوجيه أعتقد أن غالبيات طالبي اللجوء في هذه الحالة ما كان بإمكانهم أن يجدوا أدنى فكرة عن الوجهة التي يجب أن يتبعوها وعما كان ينتظرهم وما سيحدث لهم السياج المجري سينتهي إنجاز جزء منه يوم الاثنين المقبل على أن يوضع بشكل كامل بحلول شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل السلطات عززت أمن المنطقة بأكثر من ألف شعطي